اشتركوا في القناة ميدي رونار يستدعي لعبا جديدا لصفوف الأسود إلى التفاصيل أهلا بكم ألقى وزير الثقافة والاتصال المغربي محمد الأعراج الدرس الافتتاحية للموسم الإعلامي الجديد لبيت الصحفة بمدينة طنجة حيث ناقش من خلاله موضوع المشهد الإعلامي المغربي المرجعية القانونية والممارسات المهنية والانتظارات المجتمعية روبرتاج إنشاء الصروخ ومحمد المصباح أعطى بيت الصحفة بمدينة طنجة مساء أمس الجمعة انطلاقة الموسم الإعلامي الجديد بتنظيم درس افتتاحي ألقاه وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعراج بحضور نخبة من المهنيين والفعالين في المجال الإعلامي يوم كأنك مدرسة صحيحة صريحة ما بين الإعلاميين والمسؤول الحكومي لمناقشة الأهم الإشكاليات المرتبطة بالمشهد الإعلامي وهذا تقليد سنوي نحب أن يستمر هذا تقليد سنوي لمناقشة الإشكاليات كل سنة هذه الإشكاليات المرتبطة بالمشهد الإعلامي الوطني لأن ما نسع إليه أن نكون أمام مشهد إعلامي وطني مستقل حر صادق وكذلك مهاني مباشرة بعد وصولها إلى المغرب عبرت البطلة المغربية مريم أمجون عن سعادتها بحصولها على لقب بطلة المسابقة تحدي القراءة العربي في دولة الإمارات كاميرا قناة كافان كاتختيفي التقت مع عائلة الطفلة مريم ومدير مدرستها وعادت إلينا بهذه التصريحات نعم إذن إحساسي لي أكيد أحس بالفرح والبهجة لهذا التتويج التي توجت بمجهودات مريم فمريم استعدت لهذا التحدي وكانت تثابر من أجل الحصول على هذا التتويج والرسالة التي أريد أن أوجهها للمغاربة أن يفتحوا الكتب أن يقرأوا الكتب وأن يهتموا بالقراءة يجب أن نفهم بأن مريم لم تدرس في المدرسة إلا ثلاث سنوات بل سنتين اثنتين في حقيقة يعني ما نسميه بالسنة الأولى والسنة الثانية ثم في السنة الثالثة دخلت مصابقة تحدي القراءة فبالكاد في هذه المرحلة نجد أطفالا استطيعون التهجية أو قراءة الكلمات والجمل إذن بحمد الله برز نجم التلميذة مريم أمجون بفضل إدارة شابة منفتحة وطاقم طربوي ملتزم بعمله وفي المستوى المطلوب بالإضافة إلى تعاون مثمر مع جمعية أباء وأمهات وأولياء التلاميذ طبعا هي تلميذة نجيبة ولا ننكر أنها من بيت أسرة التعليم يعني عندما يكون تعاون بين الأسرة والمدرسة ضروري أن تكون نتائج مرضية توفي ظهر اليوم الفنان المغربي ميمون الوجدي بمسقط رأسه مدينة وجدة بعد معاناة طويلة مع المرض الفنان ميمون الوجدي كان من بين أبرز نجوم الغناء في فن الرأي على المستوى الوطني وكذل عالم العربي خلال فترات الثمانينات وتسعينيات القرن الماضي حيث أصدر مجموعة من الأغاني التي لقيت نجاحا كبيرا داخل المغرب وخارجه وبهذه المناسبة يتقدم تقم قناة كفا كتخفي بأحر التعازي لعائلة المرحوم رجين من العلي القدير أن يرحمه ويتقبله مع النبيين والسهداء والصالحين وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون دوليا شيع أقبط المينيا في أجواء غاضبة وحزينة صباحا اليوم السبت ضحايا الاعتداء الذي استهدف حافلة للأقباط في محافظة المينيا وسط مصر وبكى الثكال ضحاياهم ممن سقطوا في الاعتداء المسلح الذي تبنه تنظيم الدولة الإسلامية فيما طلب أصقف عام المينيا الأنبا مكريوس بمعاقبة الجناد وقضى سبعة أقباط نحبهم أمس الجمعة في الهجوم المسلح الذي استهدف حافلة تقل مسيحيين عائدين من زيارة إلى دير الأنبا ساموئيل في المينيا قرابة 250 كم جنوب القاهرة وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية داعش هذا الاعتداء الأول الذي يستهدف الأقباط منذ نهاية دجمبر 2017 رياديا عبر مونيرا الجعواني مدرب نهطة بركان عن فخره بالمستوى الذي قدمه فريقه خلال المباراة التي جمعته بالوداد البيضوي مسام سنة الجمعة على أرضية ملعب فاسة الكبير في نصف نهائي كأس العرش المغربي والتي انتهت بفوز بركانات ترجيح ستة أهداف مقابل خمسة في نصف نهائي كأس العرش المغربي وصرح المدرب خلال المؤتمر الصحفي الذي حقب المباراة اشتو ضغطا رهيبا قبل نصف نهائي الكأس بسبب النتائج المتواضعة الأخيرة لذلك شعرت بنوع من القلق رياديا دائما وبعد الشكوك التي دارت حول انضمامه إلى المنتخب المغربي أكد نادي الكامار الهولندي الخبر عبر موقعه الإلكتروني الرسمي بأن لعبه المغربي أسامة دريسي تلقى دعوة رسمية من النخب الوطني هيرفي رونار من أجل المشاركة في المباراة التي ستجمع الأسود بمنتخب الكاميرون برسم إقصائية كأس إفريقيا للأمم 2019 في الوقت الذي لم يعلن فيه رونار عن لائحته النهائية بعد فقد تقرر رسميا إجراء اللقاء الذي سيجمع منتخب الوطني الأول بمنتخب الكاميرون بالمركب الريادي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء وذلك يوم الجمعة السادس عشر من نومبر 2018 على الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي ويشار إلى أن هذه المباراة الرسمية للأسود تدخل في إطار الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية من الإقصائية المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2019 نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة للمزيد من الأخبار زروا موقع القناة نهاية أسبوع موافقة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة